هذه أبرز العناوين تصريح المفاجئ من حمد الله مباشرة بعد انتهاء المونديال بلاغ عجل الفيفا تسعيد المغرب بقرار تاريخي بعد الظلم التحكيمية أمر رابط يحدد وجهته المفضلة بين تلاتي عروض والآن إلى التفاصيل ولكن من قبله باش تكون أول واحد كتتوصل بجديد الأخبار العالمية والمغربية المرجو وضع زر إعجاب واشتراك وتفعيل الجرس تصريح المفاجئ من حمد الله مباشرة بعد انتهاء المونديال عبر عبد الرزاق حمد الله مهاجم المنتخب المغربي عن بالغ سعادته بالإنجاز التاريخي الذي حققه أسود الأطلس في مونديال قطر مبرزا أنه سيكون في أفضل حالاته في حال تم استدعائه مجددا لحمل القميص الوطني ونشر حمد الله تدوينة على موقع انستغرام جاء فيها السلام عليكم انتهى كأس العالم أنا سعيد للغاية لأننا صنعنا التاريخ بالوصول إلى نصف نهائي المونديال وحصولين على المركز الرابع كأول دولة عربية وإفريقية تحقق هذا الإنجاز وأضف إذا أوتيحت للفرصة مستقبلا أعدكم بأنني سأكون في أفضل حالتي أراكم قريبا يذكر أن حمد الله كان ضمن اللائحة النهائية للمنتخب المغربي التي شاركت في نهاية كأس العالم ونجحت في احتلال المركز الرابع كأول منتخب عربي وإفريقي يبلغ الدور نصفا نهائي بلغ عاجل الفيفا تسعيد المغاربة بقرار تاريخي بعد الظلم التحكيمية كشفت مصادر مطلعة أن فوز القجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم احتج بقوات في وجه جيان إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم بسبب توالي الأخطاء التحكيمية ضد المنتخب الوطني والتي كان لها تأثير قوي على مشواره القروي في مباراة نصف نهائي والترتيب وذكرت ذات المصادر أن القجع بد غاضبا في وجه إنفانتينو قبل توزيع الميدالية النحسية على المنتخب الكرواتي بسبب حرمان المنتخب المغربي من ضربة جزاء واضحة موردة أن رئيس الفيفا وعد بالنظر في الأمر مع رئيس لجنة التحكيم في الاتحاد الدولي أمر عبط يحدد وجهته المفضلة بين ثلاث عرود كشف تقرير صحف إيطالي اليوم عن النادي الذي يفضله المغرب السفيا أمر عبط نجم وسط فيرونتين الإيطالية من أجل الانتقال إليه في الفترة المقبلة وتألق أمر عبط بشدة خلال بطولة كأس العالم قطر 2022 حيث السهم في حصول المغرب على المركز الرابع في أكبر إنجاز عربي وإفريقي بتاريخ المونديال كما دخل نجم أسود الأطلس التشكيل المثالي للمونديال الصادر عن صحيفة ليكيب الفرنسية وارتبط اسم أمر عبط في الأوينة الأخيرة بالانتقال إلى أندية ليفربول وتوتنهام وأطلتكو مدريد وبحسب مواقع فوتبول إيطالية فإن أمر عبط يميل إلى الانتقال إلى ليفربول بنسبة أكبر وأضف أن فيرونتين ليس في عجلة من أمره لبيع عقد أمر عبط في يناير المقبل ومن الممكن أن يحسم مصير اللاعب في نهاية الموسم الجاري وانضم أمر عبط فيرونتين في يونيو 2020 قادما من هيلس فيرونا مقابل 19.5 مليون يورو الفيفا ترد على مشاركة الرجاء في الموندياليتو توصلت إدارة فريق رجاء الرياضي لكورة القدم بمراسلة رسمية من الاتحاد الدولي فيفا ردا على رسالة طلب المشاركة بالموندياليتو ورفضت الفيفا مقترح رجاء بالمشاركة في نهاية كأس العالم للأنبياء على اعتبار أن المؤسسة اختارت وصف بطل إفريقيا وعرض الاتحاد الدولي فكرة الرجاء باعتباره الممثلة للمغرب في الوقت الذي سيشارك الويداد بطلا لإفريقيا مستندة على البوندي الرابع في مادته الثانية والذي ينص على عدم تواجد فريقين من نفس الاتحاد بمسابقة واحدة وفي حالة فريق الرجاء والويداد أشرت فيفا أنهم يقرون بمشاركة الثاني أفضل نادي في مسابقة الاتحاد القارية المستضيف للحدث الملك يعطي تعليماته لتخصيص استقبال لأصد الأطلس في مستوى تألقهم أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسم أنها بتعليمات ملكية سيخصص للمنتخب الوطني لكرة القدم يوم غد نتولة استقبال في مستوى المصر المتألق الذي حققه خلال نهائية كأس العالم بقطر 2022 وأفد البلاء بأن الفريق الوطني سيحضر باستقبال شعبي وجماهير كبير منذ وصوله إلى مطار رباط صلح حوالي الساعة الخامسة مساء وسيمر موكب أصد الأطلس بشارع الحسن الثاني وساحة 16 نومبر وساحة شالة والشارع محمد الخامس وساحة البريد وساحة محمد الخامس وساحة 11 يناير وشارع مولاي الحسن وباب الصفراء وسيصل أصد الأطلس في نهاية إلى القصر الملكي حيث سيحضر أعضاء المنتخب الوطني باستقبال ملكي احتفاء وتقديرا بهذا الإنجاز التاريخي العظيم وفق بلغ وزارة القصر الملكية والتشريفات والأوثم يشار إلى أن المنتخب الوطني المغربي سيحقق صعودا تاريخيا في التصنيف العالمي للإتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بعد إنجازه في كأس العالم قطر 2022 باحتلاله المركز الرابع في المحفل المونديالي ومن المرتقب أن يصعد المنتخب المغربي حسب موقع فوتبولرانكينغ للصف الحادي عشر عالميا ليرتقي بإحدى عشر مركزا مقارنة مع أخر تصنيف عالمية قبل نهائية كأس العالم وذلك في تصنيف العالم للفيفا المرتقب الإعلان عنه رسميا في الأيام القليلة المقبلة وسيرفع أصد الأطلس رسدهم للنقطة 1672 مستفيدا من أزيد من 188 نقاط بعد نتائجه المميزة في المحفل العالمي حيث كان يتوفر في تصنيف الأخير على 1564 نقطة علما أن الكتيبة المغربية ضيعت فرصة الدخول في قائمة العشر الأوائل بعد هزيمتها أمام كرواتيا في مباراة تحديد صحيب المركز الثالث والاكتفاء بإنهاء المونديال رابعا بالصور استقبال رائع للزاكي بتونس أقم فريق هلال الشاب التونسي ليلة أمس الأحد مأدوبة عشاء على شرف مدربهما الجديد الإطار الوطني بادو الزاكية واستقبل الفريق التونسي الزاكي استقبال الأبطال بالنظر إلى قيمة الإسم على الساحة الكروية العربية والإفريقية وتعاقد هلال الشاب مع الزاكي من أجل تولي قيادته في البطولات التونسية دون الكشف عن مدة العقد وقيمتها وسيعود الزاكي إلى تونس التي عاش فيها كأس إفريقية نسخة ألفين وأربعة مليئة بالأفراح رفقة الأصود حيث كان مدربا لهم ووصل مع المنتخب المغربي إلى نهائي قرطاج قبل أن يخسره أمام منتخب البلد المنظم التونس هذه أبرز العناوين تصريح مفاجئ من حمد الله مباشرة بعد انتهاء المونديال بلاغ عجل الفيفا تسعيد المغرب بقرار تاريخي بعد الظلم التحكيمي أمر رابط يحدد وجهته المفضلة بين تلاتي عروض ترجمة نانسي قنقر